بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ورحمة وعيد العبادي يعني نحن خلينا يعني لأهمية الأردن وقدسيته وجاء من القرآن الكريم والحديث النبو الشريف على أهمية الأردن وقدسيته وأن الأردن موجود مناطقه وبلاده موجود في الأسماء موجود أسماءه في التوراة موجود أسماءه في الحديث الشريف موجودة في الأحداث التاريخية وبالتالي يعني خلينا على الحديث النبو الشريف الله يعني في حديث شريف عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند إقر حوضي أدود عنه الناس لأهل اليمن إني لا أضربهم بعصايا حتى يرفضوا عليهم قال فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال هو ما بين مقامي هذا يعني في المدينة منورة إلى عمان يعني ما بينهما يقول لك شهر أو نحو ذلك فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يصب فيه ميزاباني مداده أو مدادهما من الجنة أحدهما ورق ورق عن الورق عنه الفضة والآخر ذهب وفي حديث كعب الذي ذكره الإمام ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر الجزء الثالث صفحة 791 قال إن الله بارك في الشام وخص بالتقديس من فحص الأردن فحص الأردن قال ابن الأثير وفحصه أو فحصه فحص الأردن بسكون الحاء وفحصه أي ما بسط منه وكشف من نواعيه يعني في حديث الثاني يقول لك غور الأردن معناها لكن طالما اسم الأردن فأي موقع في الأردن هو عبارة عن فحص لأن أرض مستوية وفيها أراضي مستوية كثيرة حتى في الأراضي الجبلية ونالك أراضي مستوية في الأردن وعن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الإيمان من الأرض وجد ببطن الأردن يعني إحنا ترى يعني شعب متدين مؤمن بالسلقة لأنه كلنا عندما نمر على قوم لوط على قوم شعيب على قوم صالح نجد شو الله سبحانه وتعالى عذبهم لأنهم كفروا بالله بالتالي حتى الذي يكفر من عندنا كأردنيين يعنده حد معين ما يتجاوزه حتى هو يتحدث يقول لك باسم الله إن شاء الله على بركة الله في عون الله يعني عنده إيمان بالله يعني ذكر الله دائما وجود على وصلي على الرسول سلي على النبي سيدنا محمد هذه كلها موجودة على الألسن جميعا على ألسن من يعتقدون أنه ملحد والمتدين وكل ما لأنه هي جزء من ثقافتنا وجزء من وجودنا وإذا وجد في بطن الأردن والحقيقة معناها هنا يعني في الأرض الأردنية اللي فيها استقرار البشر يعني وين في استقرار لا يعني الاستقرار هو المدن ترى الاستقرار لا تعني المدن لحالها الاستقرار أيضا عندما تكون هناك قبيلة لها مضارب معينة ولها ديرة معينة ولها أراضي معينة سموها واجهات فهذه تعتبر مستقرة لأن رحيلها من مكان إلى مكان هو لثلاث أسباب يعني الأمن الماء والكلاء والأمن لأن كل الذين كتبوا عن سبب الرحيل والتنقل عند البدو يقول لك وراء الكلاء والماء وراء الكلاء والماء وشوه يعني بس الدواب يعني لا أنا أضفت إلى بنت ثالث أو بنت ثالث وهو الماء والكلاء الماء والكلاء والأمن أينما يجدوا الأمن يذهبوا ذلك إذا يجدوا الأمن في الاستقرار يستقروا إذا وجدوا الأمن في المدينة يذهبوا إلى المدينة إذا وجدوا الأمن في الصحراء يذهب إلى الصحراء لأنه كانت عندما تجي دول تحتل الأردن أو تغزي الأردن أو تطرم العشائر تدفع ضرائب كانت تذهب إلى الصهراء بحثاً عن الأمن لأن وجودهم في منطقة الجبل أو منطقة المدينة يعرضهم للخطر لأنه لازم تدفعوا ضرائب ولازم تجنيد إجبار هذا في زمن كل الدول التي احتلت الأردن منذ قدم الزمان إذن إذا ذهب الإيمان من الأرض وجد ببطن الأردن الأردن موجود إسماً ورسماً وأرضاً وشعباً وهوية وأهله يعني سبحان الله العظيم ما في أردن حتى لو رحل بعيداً إلا ويرجع الأردن ولذلك الأردن هو بلد مقدس مبارك آمن وهو بلد الخير والنعمة والرحمة والحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر